يهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل بروات بلسان الشاعر الراحل حافظ إبراهيم تعاتب اللغة العربية أبناءها بعد أن هجرها كثير منهم إلى لهجات عامية ولغات أجنبية باتت تهدد باندثار الهوية العربية ومع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية تتجدد التحذيرات من التحديات التي تواجه العرب ممثلين بهويتهم ولغتهم التي شرفها الله بجعلها لغة لكتابه الأخير إلى البشرية لتكون بذلك لغة يتعبد بها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم ورغم ذلك فإن الخطر الذي يواجه اللغة العربية يأتيها من بعض أبنائها الذين تخلوا عنها بدعوى عدم ملاءمتها لمواكبة تطورات العصر الحديث فغابت اللغة العربية السليمة عن كثير من جوانب الحياة العلمية والاجتماعية في المنطقة العربية في مقابل انتشار صارخ لمظاهر التغريب الثقافية حتى باتت الشوارع العربية تعج باللافتات الإعلانية المكتوبة بلغات أخرى في حين حصر استخدام اللغة العربية في أروقة الشعراء والأدباء وعلماء الدين الإسلامي على علات عند بعضهم ولأن اللغة تعد أحد أهم مصادر القوة لدى أي مجتمع فقد برز مفهوم الغزو الثقافي كنوع من أنواع الاحتلال الغربي لمجتمعاتنا بل إنه يعد من أخطر أنواع الاحتلال إذ يتم برضى من جانب أبناء تلك المجتمعات المعرضة للغزو وشيئا فشيئا تتحول التبعية الثقافية إلى سياسية واقتصادية وعندها لا تحتاج دولة الاحتلال إلى استخدام القوة للسيطرة على تلك المجتمعات وبحسب المتخصصين فإن ثم تخللا يكمن في النظام التعليمي ساهم في إبعاد العرب عن لغتهم كما أن أكثر وسائل الإعلام العربية انحرفت عن الدور الثقافي والقيمي المنوط بها وباتت تنطق بلسان الشارع بدلا من توجيهه وعليه فإن الإصلاح ينبغي أن يبدأ بالتعليم والإعلام عبر تعريب العلوم ونشر الثقافة اللغوية الصحيح ترجمة نانسي قنقر